السلام عليكم. مساء الخير كيف الاخبار? كيف اعملين ان شاء الله طيبين? كيف احوالكم? مساء الخير كيف اخباركم? كر? مساء الخير? ما عندنا حاجة بتصهر بيكاتي اخ. بس بكون شايف هذا الاكمال ما في تعليق. كيف اخباركم ان شاء الله خير? زا سامعين يعني. كيف اخباركم ان شاء الله خير? هذه تعليقات لكن المشاهدة يعني بتتحرك. فمعناها بتكونوا سامعين يعني. علاقات أكبر مراري أكبر مراري أكبر مراري أكبر مراري أكبر مراري أكبر مراري اشتركوا في القناة 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 الاسبوع دا كله لحد الاسبوع الجاي لازم يكونوا اتخذوا غرار ما عندهم حل خيارين يا اما تشارك في الحكومة الانتغالية دي يا اما تمشي الانتخابات مبكرة بارادتك وغصبا عنك دي الخيارات اللي حيخدتها حمدوك ومن وراء حمدوك ومن وراء حمدوك الناس الوراء واصبحنا الصباح رئيس حزب الامة عمك فضل الله بورما بعد ما خلصوا النهارية بتاعت الامام الصادق عليه الرضوان حسب المكتوف في البوستر مشان هذا اللجنة المركزية بتاعت الحرية والتغيير وجاب ليهم ورقة قال ليهم يا اخوانا دي شروطنا عشان نقبلكم معانا في الحكومة الانتغالية وزي ما شفتوا التعليقات بتاعت المحزبيين وقحتوا كده وانه انطردوا فضل الله بورما وقالوا ليه وما حنشارك فضل الله بورما جاب الورقة فيها شنو فيها انه نرجع الى ما قبل 25 اكتوبر يعني ما قبل الانجلاب وترجعوا مناصبكم في وتوزيعاتكم وحصصكم في الحكومة الانتغالية كأنه ما في حاجة حصل وحنرجع الناس الفصلون البرهان وتجيبوا ناسكم والأمور تمشي تمام فقاموا اللجنة المركزية بتاعت الحرية والتغيير طردت عمك فضل الله بورما وقالت له يا اخي واركتك دي احنا ما دارينها وقاموا هتفوا قالوا له لا شراكة لا تفاوض لا مساس انا ما عارف لا مساس دي جبتها من عندي المهم يعني خرابيطنا للفارغة دي طيب ما هو حس كلامك يا صرفه ما حصل لا يا بابي كلامنا حصل ما هو انت لما تجي تفاوض زول بحصل شنو في المفاوضات بتجيب ورقة والزول بتجيب ورقة عمك فضل الله بورما بمثل طرف الانقلاب وحزب الأمة ولا حزاب الداخل في الانقلاب طبعا حزب الأمة اساسي يعني ما تسمع مريمان صادق انتوا عارفين الطريقة اللي بيدعمل بها حزب الأمة عمك فضل الله بورما مشى للطرف الثاني مباشرة بدون وسيط هل دي طريقة اتفاق وتفاوض أبدا اللي بيحصل شنو في التفاوض والاتفاق بيحصل شنو بيجي طرف تالت بيجي زول تالت بخطة طرفين المتخاصمين وبيجيبوا وسيغة جديدة حصلت الحاجة دي طبعا حصلت العساكر وقوة الحرية والتغيير كانوا مختلفين جابوا أبي أحمد وجابوا ولد اللباد بتاع فاشين دي بلد الفاشين دي شنو بدون اللباد دي من بلد فاشين مروكوش مروكوش دمشق ما دمشق موريتانيا موريتانيا الموريتانيا والدلباد وعملوا احتفال ومفاوضات وإحنا جبلنا بالفكرة دي إنه التفاوض كافي شيله 67% العساكر لا والله إحنا لازم يدخلوا لينا 17 وزير مدنية خلاص يا زول ولد لباد ونقعد في كورنيسة وأحمد ربيع وقع مع أحمدتي ولا إبراهيم اللمين لازم يوقع مع البرهان وجل أصام قال خطابه جبلت أنت بالموضوع هو أساس أنت ما وفردت أقبل بالتفاوض لكن عملوا لك السيناريو ده فهذا السيئة ده اللي بيحصل هو مشابه نفس الفكرة دارين الميديا الجوطة الليلة عشان الشارع يتقبل الموضوع ما ممكن بكرة الصباح يجيبه لك خالص سيلك جوا مجلس الوزراء ما بتحصل كده يا بابي بيحصل شنو بمهيده لك وانت بتتقبل التمهيد انت ما الموضوع بتاع التمهيد ده بتحبه بتحب التمهيد ما يبحث يفاجئوك فهس بمهيده لك الحرية والتغيير طردت عمك فضل الله برما طيب طردت ليه لانه الحرية والتغيير عندها رؤية مختلفة من الجابة فضل الله برما ما ورونه لها حسي لا ما حيورك لا يوم الاثنين يوم الاثلاثة يجي لطرف التالت الوسيط بتاع الأمم المتحدة ما قاعد عمل لمك تبهينه وانت قالوا عمله لشنو لتوفيق الأوضاع بين المدنيين والعسكر هو شغال كده ده أصلا شغله ما بيحتاج يزول من بره ودلبات حيعملوا المؤتمر ده حيسمعوا رؤية اللجنة المركزية حق الحرية والتغيير قالوا لا تفاوض كده يحولينا كلمة لا تفاوض في المقابل هنا احنا بنزح عليكم شرط طيب لا شراكة لا كلمة شراكة دي احنا ما ممكن تبشي بدون شراكتكم يعني الأحزاب المدنية لازم تحكم في الفترة الانتغالية ولازم تكونوا ينتجوا عشان تضعوا الدستور ولازم انتوا تضعوا الغوانين ولازم البلد تكون مدنية كيف تتخلوا عن الشعب السوداني في المرحلة دي خلاص كلمة لا شراكة زيحة وبعدين جيبوا الورقة حقاتكم يا حرية وتغيير ودون الورقة حقاتكم عليك الله يا لجنة مركزية بتاعت حرية وتغيير وانتوا العساكرة دون الرؤية حقاتكم خلاص حنعمل احتفالية ونجيب الناس في قاعة الصداقة ونجيب محمد اللصم ونجيب الشعر بتاعتهم ديك والشاعر داك ونعمل الموضوع دا تتعامل بيتين في شهر واحد ما عندكم اكتر من كده ليه لانه الميزانية حقات الدولة اجيزت شوني يعني اجيزت يعني خلاص الميزانية اتقسمت انه المشاريع حقات وزارة الصحة الديناه عشرة مليار وزارة التعليم الديناه خمسة مليار وزارة الطرق الديناه سبعة مليار ولازم الميزانية تبدأ تشتغل فهمي شهر واحد كيف يعني ما عندك طريقة يعني لازم تجي الشارك حس شارك ما محتاج انت بعد اسبوعين تقول ليه صرف كلامك طلع صح لا 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 ما محتاجة انا حسي بقول لك في الكلام ده بشاور معاك وبحكي لك في الاسئلة الجواي وبسألك ليه بحصل كده احنا دار نوقف المخططات دي اي زول يقدم رؤيته يا اخوان الميديا حسي ضجت بانه احنا والله طردنا فضل الله برما قلنا ليه وامشي شيل ورقة دي بلها واشرب مواياتها حد بلها انت وتشرب مواياتها ليه انت حد بلها وتشرب مواياتها لان انا بعرفك ليه ثلاثة سنة عزيزي القحاتي كل اسبوع بتغير رايك وكل اسبوع بتنكر كلامك ما انت قلتوا لا تفاوض مع العساكر فاوضتوا لا شاركة في السلطة شاركتوا دماء الشهداء اول للحاجة اخر حاجة خليتوها المصابين حنعالجوا انجدعتهم في الشوارع واتهمتوهم انهم خوانا عملتوا كله ده ما حنشارك مع الانقلاب حسي الانقلاب ده في وزراء مشاركين من احزاب انتو ليه ما بتجيبوا اسماؤهم انتو ليه ما بتجيبوا اسماؤهم انا ازنقك زنقة صغيرونة كده زنقة بسيطة عزيزي المستمع ركز السيد حمدوك عمل لجنتين اللجنة الاولى لمبارك اردول ما حزق لكم فاوكرر كلامي لان الناس بقول لك تبعيد في نفس الكلام شهرين خلاص خلي في لجنة تانية عملها حق بزارة الخارجية طلعت اللجنة دي اربع غرارات بتتكلم عن الناس اللي استوعبوهم في وزارة الخارجية مخالف لنصوص وشروط مكتب العمل حصل توزيع بتاع مناصب لناس في وزارة الخارجية اخذوا وظائف وهما نجحوا في الامتحان الشفوي والتحريري والامتحانات كلها سقطوا فيها عملوا لجنة اللجنة طلعت غرارات قالوا الناس النجحوا ندخلهم والناس النجحوا واستبعدوهم ندخلهم ونفتح الفرصة انه اي حزب يجيب كوادره يخشه وزارة الخارجية الكلام دا حصل ايوه حصل قبل الانقلاب ما محتاج تقول ليه حصل ولا ما حصل لا حصل طيب انت استدعيت الكلام دا ليه يا صرفة استدعيت الكلام دا انه دي واحدة من المؤسسات ومفاصلة دولة اللي كنت بتكلم عنها امس دخلوا فيها كوادر حقين احزاب في ناس استوعبوهم وهم مساقطين في الامتحان هل الناس دي الحس شغالين ولا قاموا طلعوا من وزارة الخارجية وانضموا لحزاب حقتهم وقالوا احنا ما بنشتغل وخلوا الوظائف الفضل الناس دي الحس شغالين بالمناسبة وهم ما اجتازوا الامتحان واخدوا فرص مع حقتهم لانه محاصصة وتوزيع مناصب اتوا مبارح ما قلتوا مفاصلة دولة اللي قاعدين فعل كيزان انا بوديك مثال وزارة الخارجية عينتوا فيها ناس من كوادر الاحزاب حصل ولا ما حصل ودعملت فيها لجنة واكتشفت فيها تزوير وتنجيح ناس صاقطين حصل ولا ما حصل حصل والناس دي الحس شغالين شغالين وبنفس المحاصصة حقة الاحزاب ايوة ما لوم ما خلوا الوظائف ما لانه دل مسألة بتاعت اللينجل الابدي بلعبو بي انا وانت بس هم دارين يدخلوا طرف تالت فيه الناس من وزارة الحزب الأمة شغالين جابتهم مريم ونجحتهم مريم والتسجيلات بتاع الصلاح منع ومريم انتوا كلكم سمعتوا ولدرجة انه حمدوق عمل لجنة للتحقيق في الموضوع ابقى الموضوع مسبت ما تجي تنكروا لي حسي فيه الناس شغالوهم من الحزب الجمهوري اخذوا وظائفهم مصادطين دي الحسي انحازوا للأحزاب حقتهم ولا مواصلين في الشغل بين نفس التوزيع بتاع مواصلين نفس الناس المواصلين في وزارة المالية مواصلين في وزارة المجلس الوزراء مواصلين في المرور مواصلين في الشرطة الله شرط عيونكم يا قحات واحد مبارح انا بتكلم عن مفاصل الدولة وبسأل فيها بقول لي دي ما قاعدين فيها الكيزان جماعتك طيب حلو يا بيبي يا اخي ممكن تكتب لي انا ابدأ معاك من اللول عشان اوريك الركب اكتب لي فصل ضباط جهاز الامن والمخابرات الوطنية ابدأ اكتب حيجيك الموضوع ده من عام 2019 طلعت انا اول من فصله فصله 60 ضابط بيربتلوا في جهاز الامن والمخابرات طلعت قلت ليهم تفصلوهن 60 كيف يا اخوان الستين ديل تعملوا ليهم ايقاف من العمل وايقام جبرية في داخل جهاز الامن والمخابرات ليه لانه 60 ضابط ديل مدراء ادارات ماسكين اسرار السودان ما ممكن من اللول تجد قشهم بملفاتهم بيكمبيوتراتهم وتقول لهم خلاص مشوا البيت حتى بدهم محاكمة انت كده بتضيع السودان الملفات دي عند الناس زيال ما ترفدوهم خلون قاعدين غامة جبرية قاعد ازول في المكتب وديكوا باية موية وديهوا حبة بتاع السكري داك الحمام والله ما توريني حدودنا مع السيوبي دي الحاصل فاشنو الحمام ده ما تخشه سكري بس كده ولا تعزيب ولا كفيت ولا بتعليوة كبيرة عمك في السين هيا بس اربطة ليه يا بابي سكري حمام ما في طريقة في هدومك ما في طريقة بس كده حدود الليسيوبية عندكم كان كاتيبة مشتركة والكده كده 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 وقعتوا معاهم شنو بدس والدين عليك الله جيب ليه بتاع جهاز الامن التاني الحدود الليبية بسلحوا منه كده وكده أديني التفاصيل قاموا عملوا شنو القحاتة ناسك ناسك يا جزمة عملوا شنو رفدوا الضباط بتاع جهاز الامن ديل أول رفدية ستين ضابط في جهاز الامن والمخابرات كشفوا ظهر السودان وما أخذوا المعلومات وما حاكموهم طيب يا أخواننا يمكن الضباط ديل انتوا ما ترفضوهم سايي أخواننا حاكموهم عشان حقنا يجي عشان أسخ فيك لا انت كده متواطئ معاو ما تفصل لك ضابط زي دا حاكمو لا لا فصلتوهم دي مفاصل الدولة انتوا جيتوا داريتوا وتلعبتوا فيها قديك التانية 2021.128 ضابط لواء وفريق خش الكلام ده بتلقاهه في جوجل ما تخش الفيسبوك بتلقاهه في غنات العربية والحدث والروسية مستغربين بتفصل لك 128 ضابط انت كده بالدار بالضار في الجريمة انت شاريك معاهم تفصل لك فريق في جهاز الامن والمخابرات تقول لا امشي بيتكم فريق في جهاز الامن والمخابرات تحولوا محكمة يا بيبي محكمة الشمس دي ما يشوفها ده اخطر من عمر البشير ذاته مشاهته فكيته من مفاصل الدولة اللي تلاعب فيها منه تتذكر ولا البوشي وزيرة الزراعة وزيرة الرياضة مفروغ كان تكون وزيرة الزراعة يا بيبي ولا البوشي لما مسكت وزارة الرياضة عمل الشنو مزكر اذكرك تتذكر المشكلة بتاعتها مع الغفير بتاعة الوزارة ايوه ليش شاكلت مع الغفير لانه جات دخلت الوزارة فصلت الناس وبدت تشاكل في الغفير والفراش مزكر مشكلتها مع العسكري الف الكبري اللي اداه كف ودته كف والقصة الطوية اللي ديك مزكرة ليه عمل حصل كده لانه البوشي بيقى عندها عداوات في وزارة الرياضة السبب شنو السبب انها جات فصلت الناس وجابت الناس بتاعينا حتى الزول اللي بتحبو الكلام الفارغ اللي انا طوام ما عارف انا هم مش مستغرب في القصة انه انا انا بستغرب انه في زول بيحبها يعني ما بش هتكلم في عرضة وما عرضة مباحين بالنسبة لي ما في اي اسم انا ما عني مشكلة لكن انا بستغرب في انه احكي قصة انه في زول بيحبها وبتحبو وجابت القصة ده انا ومصدق انه في زول بيحبها المهم ولا البوشي فصلت الناس في الوزارة قبل ثلاثة سنين الكلام او ماشيين على اربع سنة انت الان تجي تقول لي يا اخي الكيزان قاعدين في مفاصل الدولة انت تجي تقول لي الكلام ده حسي قاعدين في مفاصل الدولة اذا ماشيت كل الوزارات عملت نفس النظرية وزارة الاوقاف وقفوا المرتبات حقة المؤزنين والائمة بتاعين المساجد فصلوا الناس ونظفتوها ايوة نظفناها طيب جهاز الامن والمخابرات الرتبة الفصلتوها والدفع الفصلتوها والوقفتو من ووقفتو هيئة العمليات انتو كده مش وصلتو مرحلة من السيغة انو ما في كيزان قاعدين في المفصل بتاعي هذا الامن ولا كنتم مطواطئين مع الدعم السريع اطواطئتم مع الدعم السريع عشان شنو عشان الدعم السريع ما في قوة تانية واجهة زحيتوا ليه وجيشوا هيئة العمليات ليه احنا قلنا لكم جهاز الامن ده بدلين بالامن السياسي الامن الطلابي خليتوهم يلبوشي مشيتوا ليه هيئة العمليات قلنا ليه هنا الاخطر منهم الجهاز بتاع الامن ذاته يا وجدي مشيتوا قلتوا لي يا اخي في حاجة اسم الامن الشعبي وعندنا ملفات في مدني وجدي انت بتلعب على الناس حسيت عني تحاسب عباس محمد كتبت انه في شحن بتاع اسلحة جات في المطار اكتشفت لجنة ازالت التمكين وانا قلت لك تكذاب واللجنة كذابة والاسلحة كذب مذكر الكلام ده ولا نزلت اعتذار قلتوا عشرة الف منزار 16 الف طبنجة جات بالطيارة يا زول ده ما في كلام زي ده الممسوكة في اسيوبيا وين الاسلحة دي وين المحاكمات ما فكيتوها ووديتوها للتاجر وطلعتوا بتلعبوا على الناس طيب انا قلت لياكم اخوان اكتشف لياكم الموضوع ده مش جهاز الامن بتاع المؤتمر الوطني نفس الضباط نفس البكاسي نفس العربات انتو دار تتعلموا السورة حسي دار تطلعوا علينا فراسنا حسي دار انتو تتكلموا عن غاضبون وملوك الاشتباك وكتاب زل البنبان الان ديل ما يوم 36 الفات ده غيروا ما كان في ذلك في الشارع انتو كنتوا ضد المواكب انتو انتو طالعين معرسيننا ديل قال كان بيعتغل ملوك الاشتباك وغاضبون منه ما جهاز الامن بتاع المخابرات الوطني بتاع البشير نفسه قال كنتو انتو في غيادته جايين حسي تقول لي مفاصل الدولة مفاصل الدولة المواكب اللي كان بيتمشي تودي مذكرات لي مجلس الوزراء جهاز الامن اللي كان بيفرتق المواكب وبيعتغل السوار ديل وبيصيبون وبيضربون عند كل لجنة فيها تولياته وخمسين مصاب مدعين كان في مستشفى الفيصل المشا حمدوق عمل ليوا اللجنة وقال فيها مدير عام الشرطة التحقيق بتاعها ما ظهر جايين جهاز الامن والشرطة تضربوا السوار ديل كنت بتتخلوا عنهم تلاتة سنة السوار ديل وإحنا في الشارع بثين تذكرتونا حسي جايين تتكلموا لي تقول لي لو ما دعمت المواكب ديت ما معنا ضدك انت وضد جابك وحطلع دي نكون واحد واحد جايين حسي انت تحزبوني أنا تلاتين ستة الفات دا منو فيكن الاعلن عنه منو من اللجان المقاومة اتحداكم كلكم اللجان المقاومة في السوزان واحد فيكن وطلع ليه بيان إن لكن دعمتوا تلاتين ستة الفات دي تنادو الناس في الشارع حسي عاملين فأنته أسئوا هذا المواكب والسورة والما بقيف معاكن ضدكم ايتم منين انتو طلعوا ليه حسي من صفحة كل الناشطين تلاتين ستة الفات دا منو الوقرف فيه تلاتين ستة الفات القبل YouTuber منو الوقرف فيكن الوقيف فيه جهاز الامن والمخابرات بتاع المؤتمر الوطني كل يكم مدعونين معاو وبتحت تغلبين والناس من بيوتها الناشطين بتهددون بجهاز الامن والمخابرات بسع المؤتمر الوطني غيرتوين ما غيرتو قاعدو ذاتو مشترك معاكم انتوا كنتوا حكمين بس وحس جاي انتوا تتكلموا ليه الكيزان قاعدين في مفاصل الدولة ما استغلتوا المفاصل دينتوا وقامعتوا بيها الشارع قامعتوا الشارع بيجي هذا الامن والمخابرات حس لما نتكلم في حقنا وفي انتخاب جاي انتوا قاعدين في مفاصل الدولة الكم بتعاون معاهم منو الصحفي جبتوا صورته مرفوع في بوكسي مجدوح في البدخرية بتاعت البوكسي الجدعوا منو الصحفي جبتوا صورته جم جامعة الخرطوم كنتوا طالعين باتا البوكسي دا ما حاجهز امن الوقت دا قام منو الحاكم السودان الحرية والتغيير هستدار تعملوا فاش رفا اتفاجأتوا انو الدولة فيها مفاصلة كيزان عملتوا شنو اللي جهز الامن والمخابرات اللي جنزلت التمكين طالع الصعلوق وجدي ومحمد الفكي جاي بالليه واحد موظف فيه مدني قالوا دا امن شعبي امن شعبي تتما تتكلم عن الامن الوطني الماسكو صلاح جوش مغارجي هذا الامن والمخابرات الوطني في شرع المطار الشغال فيهم منو طلعوا اسمعون ما بتقدر كلكم عملة والتزم وسائجين لكم وده تركبوا لينا في راسنا وانا قلت ليك الكلام دا بينوه وبينكن الاتزام ما بتحكموا البلد دي انا حي ما بتحكموا تكلموا ليه انا الشرف حسي وإحنا نار ترى وشنو انت قلت لكم خوانة قلت لك لا شراكة لا التفاوض شراكة ما قعدت مع العساكر اول وسيغة وتاني وسيغة وتالت وسيغة قلت ليه مصلحة البلد طلعت ليه مصلحات كن انتو حسي بتجيروا في الناس وتحددوا دا ثوري ودماسهم كلكم خوانة جزم كلكم جزم بتعجهز امن ومخابرات طلعوا الملفات بتعجهز الامن والمخابرات لا تستطيع المفقودين قاعدين في معتغلات جهز الامن والمخابرات منون فيكم ما شا فتشا ما كنت مسكين السلطة اللي ذكر المعتغلين منون فيكم ما دي المشارح مجدوعة والمعتغلات مجدوعة جا تتكلم ليه عن حسي والله يا اخي الكيزان قاعدين في مفاصل الدولة الدعم الكيزان قاعدين في مفاصل الدولة منون انتو دا حمدوك بعين في الوظيفة الوحدة ثلاثة كيزان لو ما احنا صاحل ليكم ما غم بتفصلوهم تعيين مدير اصدرت غرار بتعيين مدير شون المختربين يا حمدوك دا كوز ناسف والله اغنقصا معلومة شلتو بره جيبتها تاني كوز تاني جيبتها بتاع حزب الامة تطلع دا عاملة ام شنب دا قال ليه حسي دماغه ذاته ما شغال ماسك ادارة المختربين ما حزب الامة معلومة حدل يا حزب الامة وخل الوظيفة بتاعته ما لأنكم كلكم دثم وكلاب حسي بتاع شون المختربين دا ما استغال من وظيفته ما له ما حزب الامة جابه حزب الامة قدرت انكوروبتو الزول الماسك الدعامي دا الشغالة معاو الدزمة بتاعت الدعمة السريع دي اللي كلكم عارفينها تصل مرحلة من الجرأة انت تحدد ايه تمنو انت تحدد لي انا اسوقك وسوق اجابك زاته تحمر ولا شنو دارت تحاسب تعني تحاسب حسي يا هذا الامن والمخابرات دا مالحارس كن تلاتة سنة ابيتوا تهبشوا مغرات الامن والمخابرات ابيتوا تفتحوها شغالين في ابيتوا تفتحوهم التوظيم في جهاز الامن والمخابرات حصرتوا على احزابكم تقديم كلية الشرطة حصرتوا على احزابكم ما خشيتوا معاو جوه تدربوكم وشغالوكم حسي شغالين معاهم شلتوا مني من جهاز الامن الضباط اللي قاعدين شلتوا منهم منه الكبارة شلتوا من فوق ديل واحنا ذات معارفين انكم شلتوا من فوق ديل جاي يقول ليه حسي يا اخي ما بنعمل انتخابات لانو الكيزان قاعدين في مفاصل الدولة قاعدين حرسنك انت يا جزمة انت حسي قادر تتكلم معانا في مفاصل دولة وعبد الرحمن الصادق المهدي بر السجن جاي تتكلم معايا حسي في مفاصل دولة ودتقول ليه انا كوز جاي تتكلم معايا عبد الرحمن الصادق المهدي وحسي عديل الان قاعد بر السجن تتكلم يعطو مفاصل دولة ما مشور حزب الامة انت واخدت محاصصات من حزب الامة تسكتوا ساي انتوا تسكتوا ساي ما في واحد فيك نفتح خشمه ده احنا بنغرر احنا ما دارين لكم كلكم ولا دارين احزابكم دي ولا دارين غياداتكم ولا دارين الجيش ولا دار شراكة ولا دار زفت الطين البلد دي اخواننا تمشي بها الديمغراطية انا الديمغراطية اللي بتفرض ليه باتفاقية بتاع السلام ولا غيره انا ما مختنع بها عربي واضح والزول دي بشي الحق اكتر من الحقه بتاع البيجيني باتفاقية السلام انا السلام دي دي عمل للزول المهمش والزول اللي بموت في الشارع والزول البيتو بتحرق انت تركب ليه فيه حكومة وتركب فيه حكومة وتركب فيه كروزر وتركب فيه كروزر وتنزل تركب وظيفة التمنين انت انا ما بعرف حالي اسمها منها ولا بعرف جبريل ابراهيم ولا تقول ليه حقوق وطنية ولا زفت الطين الحق اللي بيقعد توزعوه في الطرابيز انا ما مختنع به الحق اللي بتوزعوه والمناصب دي باتفاق انا ما مختنع به الليلة احنا عندنا كارسة اسمها شرق السودان البحصل في شرق السودان والبحصل في اريتري واسيوبيا ما فيه يكون زل جايب خبره الترند شنو الليلة في السودان في الميدي ترند شنو الحاويات يوم شنو خمسة وعشرين الحدس الاساسي الموكب ولا الحاويات ركز الحدس الاساسي الموكب عملت شنو في الموكب لا احنا لما خاطتوا لان해 الحاويات قلنا نجيب بتاع الجمارك انا في زلبي يلعب بك يوم خمسة وعشرين الحدس الرئيسي انك طلعت موكب نتاية الموكب عملت شنو نتائج الموكب شنو تفضل لما هو لما انخطوا الحاويات قلنا نجيب بتاع جمارك في زلبي مللك في الزاكرة حقتك حاجة عشان تنسى الحدث الرئيسي الحدث الرئيسي يوم 25 طلعنا موكب وصل القصر حصل شنو لما وصل القصر تفضل لما احنا كنا مكفولين في كوبري المكنمير لما ندقينا ليه هنا الحدث الرئيسي الموكب يوم 25 ما الحاويات في كوبري المكنمير الميديا الام مش مشغولة بحاجة ثانية الحدث الرئيسي الشرق بحصل شنو في الشرق اتعطلت اتفاقية ومسار الشرق الموضوع ده سأسيره شنو ترك سايق انه الامارات اقتلوه لانه وظيفته انتهت ودوره انتهت بجيب الكلام ده من وين انته عشان احنا طلعنا قلنا الصادق المهدي دوره انتهى مش الامارات حيموت ما ما قلناها لانه انا حاسي انه الصادق انا ما مرتبط وجدانيا بس صادق وطلع في النهاية حي طبعا انا ما مرتبط وجدانيا بس صادق زي شب شب الملك المؤسس مرتبط بحامدوك بحسبه ولو ممينوم لا الصادق مش يموت لانه صادق مرتبط بموضوع الصادق عضوه اساسي في موضوع تحديم الديمقراطيات في الشعوب الحرة ده شغله زعزعت شك وشك الناس في عقيدته ده شغل الصادق طلع الصادق في المؤتمر يدعمل بتاع الدين الإبراهيمي في الإمارات قدم ورقه وسحبه الموضوع ده خلاه ونرتجفه الزود لا بدي يفكر ولا شنو الراجل الكبير ده بعد شوية بدي يفلت ليهوا كلام لما مقعدنا مع صلاح قوش لما ما عرف مضينا فضل الاعتصام لما نجونا في الخيمة لا لا المزيح فيهم غلط لا انا ما اقصد سيهم ستة رمضان الصادق بدي يجيب كلام خارجي لما نصادق جاء راجع بيتكلم في منول حكم حزب الأمة بدأ يصاعد في مريم وهو عارف انه مريم ما بتقرد تحكم حزب الأمة لأنه في فصيل جناح اسكري ديني اسمه الأنصار قصة المريضي تبقى عليهم أمير الموضوع ده بيجيب خلاف ولده عبد الرحمن صعلوقه عواليك ساي وكان مستشار عمر البشير الصادق خش فيه عارف انه لما يموت حزب الأمة ده وبيت المهدي حيتقفل كان بيحاول صنا الصادق طار يطلع بر المنظومة صفه إنت تيجي تقول لي يا أخي ترك ماشي الإمارات حيموت لأنه دوره انتهى دوره كان شنو ترك تفضل عرفت كيف دور ترك انتهى جبتوا الكلام ده من وين الشارق ما حسي مدور الشارق كله مرتبط بي ترك ترك منو ترك منو ترك عشان الشارق يرتبط بيو حسي الناس واقفل لأنه ترك والله يا أخي ضغطه ما مستغر عملتوا شنو في ملف الشارق يا ناس الشارق انتو شايفين العربات والمدرعات بتاعت الجيش البدد تخشي لكم حسي ركست في الحاجة دي ركست في الفيديوهات والصور بضعة العصابات النفس العملية اللي حصلت في المرغانية الشعب السوداني في الشارق منتبهين للكارسة دينتو منتبهين لموضوع القواعد الروسية منتبهين لموضوع الحرب بتاعت السيوبيا والنزوح منو اللي بيجيب سيرتكم انتو وين يا ناس الشارق لا لا احنا ما ترك في المستشفى ومشى وفض غيادي معاهم كباشي انا ما لهم معلوم انا عندي مطالب في الشارق وين الناس اللي بتكلموا باسم الشارق وين المنصات حقاتكم وين المتاريس حقاتكم كان عندكم مطالب حقيقية المواطن السوداني في الشارق حقه مهضوم منذ تاريخ السودان واكتر زول بضحي واكتر زول بيتحمل وتمر عبر موارد الدولة وده كله انتو بتموت بسولي بتموت بسولي شنو اسعة طالطة مسار الشارق البديل شنو انا ما سعبعك انا ما سعبع صوتك بتقول في شنو انت لما شروح شغال الان والموضوع ده اخواننا خطورته على السودان كل واحد من الابواب الممكن تفرتق السودان اذا تفصل الشارق او اللي حصلت فيه كارثة منول بيجيب سيرت الشارق حسي تكلم لي عن الحاويات الخطوة في المكنمير اربع يوم حشيني بالحاويات بتاحت يا اخي خط الحاويات وبعدين انا سألتك يوم خمسة وعشرين وصلت الغصر وعملت شنو لما هو خط لين الحاويات ويوم تلاتين ومن نطلع منه الاعلن عن تلاتين تجمع المهنين اقول لك تجمع المهنين الان الناس بيقت تتقبلوا تجي تقول لي يا اخي اي زول يقول الاحذاب غاية الشارع ده زول حمار حمار انت وحمار جابك وحمار اللي بفهم فهمك ده تلاتين اعلنت عنه تجمع المهنين في الجزيرة تعالوا نوقف الكارثة دي كله دقيقتين واحد يحل ليه الموضوع حلك شنو تفضل انا والله عندي مذكرة وبيان عليك اللي قوم جدي يا اخي انت احنا عندنا ميساغ قوم جدي يا اخي قوم قوم انا انتخبك ليه وانتخب ميساغك بخلينا مش معاك معاك فضلك شنو انت عن الباقي مع كل الناس في الشارع وكل الناس بتفهم المشكلة يا صرفة في الغيادة المشكلة بتاحت الغيادة خلقناها احنا خلينا الغيادة فاضية انا ما بنتخبب بني ادم بتكلم ما دار اعيب ما دار أدعاء بني ادم ما دار ذول انا يا اخي دار ورقة preacher فيها اشنو مطالبي افضل انا دار مطالب تحيل محل الغيادة بني ادم سوداني اللاف في عم حالك شعر ولابس قميص ما ياخذت لي ما دار ما بس اخفيك ما بس اخفيك ولا دار أخوش ولا عندي المغدرة يا بابي ما عندي يا اخي قلبي ذاته ما بس تحمل يا اخي ما بس تحمل ما بس تحمل ما دار ما دار ما دار تبط بيزول أدي نورك تكفيها شنو انت الغيادة بتاعتك الغيادة مطالب يا أخواني الغيادة حتغود الشعب السوداني مطالب مطلب ومعاه طريقة تحليله وتحقيقه اللي بيكتبه منه؟ اللي بيكتبه المتخصص الاستراتيجي كان عندي مشكلة مع المغتربين في اليوم الفاتذة عملوها الزعبارين ناس بسم الله ياهي نايديل قالوا صرفي اخو نبز المغتربين ويكررواك وبتاعه يا أخواني أنا ما نبستهم قلت ليه هوني اخدت ودفعت قروشكم لزولة السرقة أول مرة ما شاتوا اديتوها له تاني قالوا يا أخو قروشنا دي حرين فكان اشترباء لوبام ما عندنا معهم مشكلة قلت ليك أنا قروشك لو حننتباه حواجبك أنا ما عندي معك مشكلة أنا مشكلتي في إنه ده تمويل بمشي للثورة الثورة بتفقدوا في لحظة محتاجة تمويل حقيقي ما بتلقاوه عشان كده السوار ممكن اشتروهم لجأن المقاوم اشتروهم الناس لانه ما فقروش في جهة بالسيطرة على تمويل الثورة رغم إنه زول ده مشكوك فيه وفي زمة وفي أخلاقه وفي أهله تاني تمشي تديو لانه في جهة مسيطرة عليك أنا بس ده كلامي قاموا هم يردوا علينا قاموا عملوا كيان جديد هاي زول تسألوا ويزعل منك يعمل الكيان تلمو الزعبارين وناس بسم الله يا هناي عملوا كيان اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما هو يبتلج عملوا الكيان اكتشفوا في الكيان ده ناس ممكن بعد الكيان ده ما يمشي قدام بتضرب لانه وراهم مشاكل مالية قالوا يا اخي الصرفة قال شنو صرفة قال دائر تحقيق في الأموال باسم المغتربين أولا ما يسمى شو عملوا الندوة مع الاشتراك مع مجموعة من الدكاترا في بريطانيا ايرلندا المهم عملوا الندوة وجابوا فيها تفاصيل صرف الأموال ممتاز الحاجة ده كويسة يا صرفة أيوال مكاشفة يا أخوانا ده الحاجة اللي بنطالب با بسمع ليش يا بيبي انت فيهم تاني غلط نعم انا ما قاعد عمل لك كمين انا قلت لك حاجتين انت لما انت سمعني ما تجلد بك بالراحة لانه لما بعمل لك كمين وبشارك لك انا قلت تعاوز لجنة ما قلت تعاوز الندوة انا قلت تعاوز لجنة ما قلت تعاوز الندوة يعني شنو الفرق كبير انا دائر لجنة مين المغتربين تقول للجروس صرفتها وين اديهنا المستندات وهم عندهم مستندات اساسا قام هو عمل ندوة جاب المستندات حقته وجاب الطبالين انا صرفتها انا عالجتها انا اشتريت انا دعمتها انا فعلتها صفقوا ليه صفقنا ليك لكن انت ما من اتجاه واحد انا لا يؤخذ به في المحكمة نعم ما اي متهم بيجي ببرق نفسه بيعمل فيديو انا والله اخوانا الشريف انا ما عارف كده انا ما عارف بس كويت بل ويفر انا ما تتكلم عن نفسك الطرف الثاني ما في بحقق معك تتكون لجنة باسم المغتربين دفعنا قروشاي اديتها الشو هداي لانه ديوان الزكاقة دفع للمستشفى دي 10 مليار والمستشفى الثاني 10 مليار والورقة جيبته انت الوز الورق ده انت جايب الفواتير ب 15 مليار الكلام ده ما قالوا مدير ديوان الزكاقة في مستندات انا دائر اورتكم مشايتوا عملتوا الندوة عملتوا شون طلعتوا مستندات مستندات اساسا ثلاثة سنة ما كان طالعها ما كنت عارفة ولا عندي مسعى امرقى حسيرا عندي البدينة كباو بس ده كل الموضوع اقعد ادافع على المغتربين اطلع حقهم تقول له ادبكم علينا فيش نياشي اخنا كل الموضوع طلبنا اللجنة ما شو عملوا الندوة انا ما داهر الندوة انا داهر اللجنة لجنة من اطراف محايدة تحقك في قروش المغتربين ليه عملت كده هل انت زعلان عشان المغتربين سرقوا قروشون الحشتروا وبالوبان لا لانه مصادر تمويل للثورة انا ما دارت الضرب ولا يكون فيها شك لانه الثورة دي مستمرة عشان ما تجي بعد ثلاثة اربعة شهور احنا نحتاج لتمويل في الشارع الناس يقول لك والله يكون لكم حرامية ما منتفعله ولا لجنة مقاومة لا سوار عرفتها؟ وده السبب اللي بخلينو اتكلم في مسائل مالية ثلاثة سنة ما لانه خايف منكم انا بعرسكن واحد واحد وانتوا عارفين الكلام انا بس ما دار اخليك فيتنا الان لانه الثورة محتاجة تمويل في التوقيت الصحيح يصحر بتصعاليك دير حس كل شهر بيطلع الينا او كل اسبوع بيطلع الينا الوزر بطوأس مبارح مطلع ورقة صرفنا معر بابي انا بتكلم عن قبل ثلاثة سنة وديت القروش وين نعم وديت القروش وين قبل ثلاثة سنة والدليل المصابين اللي كانوا مجدعين في الشارع الدليل الشهداء والمفجودين المحقق تفيهم في قروش الدفعة للمسألة دي انا اقفل دولا 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 بقفلكم كلكم بعون الله وحوله وقوته ما عندي مشكلة كل المواضيع بركفها وباقع اعرسكم انا طلبت لجنة تتكون لجنة من المختربين ما طلبت ندوه ما وديك الماكروفون اتكلم اسبوعين عن نفسك انا ما عندي معك شغلة الورقة والكلام والمستندات اتجبتها في الندوه دي انا ذي الدائرة اللي عندك دي مش كلامك اي دي مش مستنداتك اي دي مش الحاجات اللي عملتها اي مش في تسجيل بتاع الفيديو حق الندوه اي شكرا لك في حاجات بتكذب الحاجة دي من حتات ومصادر تانية كده انت لبستها يا بيبي في التوقيت البختار انا في المعركة البختار انا عرفتها؟ عشان ما تقول تصفاصوا حسيني ترجوني بس بعدها ما انتهي في فلي في التوقيت بعدها كلها كن احنا طيب يا اخوانا احنا دايرين نفكر الان المشكلة في السودان شنو؟ المشكلة غيادة الناس مضروبين زحوا لي انا بابس اخفيهم انا داير بيان مشترك من كل الشعب السوداني ومطالب الشعب السوداني والطريقة بتاع التحقيق الليلة لما انت تتكلم ليه عن البيان بتاع لجنة تنسيغية او لجنة بتاع حتصل السلطة كيف انت مادر تجاوب الكلام دا؟ حتصل السلطة كيف بس كل الموضوع؟ في طريقة انكم تعملوا انقلاب شراكة مع العساكر او تجيب انتخابات او حكومة انتغالية بعد ثورة حتعملوها كيف؟ بيانك الصحيحة البطالب وبحقك حتصل السلطة كيف؟ مادر تجاوب على السؤال دا؟ قديني فترة زمنية قلتوا ليه يا اخي نخليها انتغالية لحد من صقت العساكر حتصقتوا العساكر كيف؟ بل مواكب بل مواكب دا هالسعدي دي بيصقد عساكر؟ يا اخواننا قلنا ليه كون السورة عمل متكامل من مجموعة من الاعمال الموكب جزء منها الموكب ما بصقد حكومة الموكب معاه شغل تاني يا اخواننا قلتوا لما بتتكلموا عن مفاصل الدولة وقيادة المؤسسات كون عندك الناغابات يا تجمع المهنين الحل تجمع المهنين النقابي منه في السودان انا ولا هم اتulates مش كنته نقابات تجمع المهنين ماسكين النقابات في مفاصله مؤسسات الدولة وذارات الداخلية ودفاع والشرطة اىى اي الحل تجمع المهنين منه، انا السلق الباسورد بتاع الصفحة تجمع المهنين الثاني الغير منتخب انا ولا هم المنتخب نقابة في السودان انا ولا تجمع المهنين اخوان الفرط فيها منه جاين حسي تتكلم لي عن مفاصلة دولة مفاصلة دولة ما قلت لكم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية الشرطة والاتصالات ألقل ليكم في الاعتصام بعد أسبوعين وراح نعتصم قدام وزارة الدفاع منه دي مفاصلة دولة الحقيقية وزارة الداخلية منه ما انا انا زاتي لقلت الكلام ده والناس قاعدة في الاعتصام هنا ما بينسجط النظام اخوان تعالوا نعتصم قزام بوزارة الداخلية جاي أحسي تتفاصحوا لي قلت الكلام دا زمان وتنبست فيه وقالوا صرفة دارة في ارتقال الاعتصام ما هي دي المفاصل طيب ها طريقتكم شونو تفضل ثلاثة سنة حسي بتبكي لي وأنا أخلي السودان يضيع أخلي السودان يتمكن منه الدعم السريع أخلي السودان الآن ينهش فيه الصفارات والعملة والخوانة دل هي المعركة في النهاية بتبقى مواجهة يا أبي والله أجد حتى المسلمين والإسلاميين والكيزان بتاعنا الشعارات لما نتكلمنا في منظمة القرآن الكريم واحتلال المجموعة بتاعتميم والكلامة دخل فيه خط المعركة يا أخوان هل أنا المسلم الوحيدة في السودان أنتم ما مسلمين أنتم ما مسلمين كلكم كده ما مسلمين أخط المعركة دي منهم فيكم اللي تكلم فيها منهم المشاء حتى إدارة جمعية القرآن الكريم وينه بياناتكم ادأكدتم من الكلام ده حقيقة ولا كذب عملت شنو؟ ردت الفعل شنو؟ ردت الفعل شنو؟ يتكلم لينا في الحاجات المهمة وصرفة بيبي أنا يحاب أتكلم فيها عملت شنو أنت؟ عملت شنو تفضل الديني عليك؟ الله أقول ليه عملت في الإسلام ما نفع يا أخواننا حنان ومنخرة أنا ما بضحك فيها واتمسخر فيها عشان شكلها ما عليش يا أخي برضو نمر على حنان ومنخرة وقال ليه يا أخي التكويز ما جبت سيرة الجماعة حنان ومنخرة قدتني إذن للتنمر جابت الصورة حق العضو الجديدة بتاعت مجلس السيادة وقعدت تمسخر فيها وعينه خشو معامل كيف وما بتتسوق طبعا يا حنان ومنخرة أنا ما عندي شغلة بكلامي أنا شغلتي بأنك قدتني الرخصة أنه أنا أتنمر فيك يا حنان ومنخرة بمناسبة الصور واخسم بالله العظيم عندك صورة لابسة فاسكرتي أحمر كده وقاعدة في بنش في جامعة الخرطوم الساعة 2 ونص ظهور القاعدة خدتها رجلينك كده مذكرة الصورة دي مذكرة طبعا دي من أقرف الحاجات اللي الله خلقه في الدنيا دي أنا شفتها ما لقتني حاجة أقرف من الحاجة اللي أنا عملت الصورة دا مسحية الصورة دي فيها طعم وريحة والله أجد تشوفها كده ساعة 2 ونص ظهور أنت قاعدة رفع رجلينك كده ياخد حاجة بطالة يا حنان ومن أخرى دا مضيك عندك فصائل عندك لسان تتكلمي في الناس ودي السنون ما مسوي كودعان حواجب انتي انتي هو اللعنة اللي انت فيك دي ما لأنك اتطاولت على الناس اللعنة اللي فيك دي ما لأنك اتطاولت على الرب العزة وحسى ولمس بتتطاول على عمر بن الخطاب واتطاولت على أمهات المؤمنين والناس واحد فيهم فتح خشم ومافة يقول لك لا اسي احنا بتتكلم في أمهات المؤمنين وتقول لك عداوتي معها عشان منظرة دا حنان ومن أخرى الوقفة وراها منظمات بالمليارات الجسمة دي هاي واقفة وراها منظمات وإلا غوانينه وكلامه ما كان بمشي في دولة زي دي انت عملتش نتفضل طيب مختصر الكلام انا حزألك وين السفير نور الدين الساتي نعم السفير نور الدين الساتي العمل حكومة منتخبة خارجية الانتخابات تسعة وتلاتين جزمة بتاعنا الأحزاب الرشحوه وقالوا حمدوك معتغل احنا نعمل حكومة خارجية سفير نور الدين الساتي رجع السفارة السودانية في واشنطن ولا لسه ضد الانقلاب ولا لسه بمسي الحكومة خارجية تفضل جاوك من الذي يخطط لهذه الدولة انتم مش عملتوا حكومة بديلة عندك سبعة سفرة جبتوهم استغلوا من انا قلت لك ما بيستغلوا بلعبوا عليك انت اللحظة كان ممكن انت تواجه الانقلاب كانوا بيلعبوا عليك ببداء بيشغلوك الزاكرة بتاعتك كلها تلاتين ثانية يهي الفترة بتاعت الفيديو حق تيك توك او تطلع عليك قشة جبل تعمله غنية تبقى ترينت انت بتنسى الحاجة الاساسية انا ما بنساه انا بس مركز في الحياة الاساسية والخطوات الماشية فيها البتشغلونا بيدو كلها انا ما مركز ايوه وين تستفيرنور الدين السادتي وين الناس الرشحوا استفيرنور الدين السادتي وما كانت هي خطواتهم وخطتهم تفضلوا اصهروا نعم نعم حمدوك رجع السلطة وانتوا الان بتتكلم انه حمدوك هو انا دائر نور الدين السادتي بس الفكر ليه نور الدين الساد تفضل ايوه البدائلة ما انتو اخترحتوا الحاجات دي انتو الامل بتسحموا في الناس في راسهم وتخطي لنا افكاركم والناس تباريكون انتو الحلول عندكم وهناي بقيتوا الشيروا للزول اللي انتو طلعتوه دعم سريع يعني البجاحة وقلة الادب اللي بيجي بتكلم ليك يقول لك معلومات سرية الامارات ستمرق من السودان ويحضروا اللايف حقه ستة الف عندو المقدر على تسويغ المنتج حقه انت بتفتش في امل وفي حلم كبير الامارات بيطلع الودة المعلومة جابه كيف من جوة مكاتب الجيش قدال المعلومة منه ما شايف انه بذعين الجيش انه بيطلع اللايفات قدوا معلومة من جوة جوة خلافات بين البروات كله انا ما بتكلم عن واحد يعني واحد فيهم بوصل مرحلة من خداعه للناس هو قاعد بر السودان واهم الناس انه بيطلع المواكب وفيصوره قاعد وراحيطه قال لي اخل بيتكلم في الديسمبروين دا اللي بقى راجل اللي جيني قلت ليه انت ابقى راجل اطلع اللايف من السودان في اي حتة في السودان لمدة ثلاثة ثواني وانا بكفل الصفحة دي لحد اسي قام عامل شونه عامل صفحة بديلة صفحة بديلة اداها ليزول تلفون وقاعد بر السودان عامل صفحتين وبتكلم من اللايفات زول تاني والناس عارفة ايش بيكونوا عامل حسابك انت مرصود مرصود شنوه قاعد بره وانت عارفة ليه بتغوش في روحك انت البضعات طلينا في السورة ذاتك انا اوعيك كيف انا تاني اعمل لك شوني يعني الناس زي اللي وصلوا مرحلة من الجرء او غيادة الشارع بدونا في الحلول حقتهم دي الحلول يجيبوا علي من صفحة زول قبل شهرين طلعوه دعم سريع حظر السودان كله الودة الحسي بصور مواكب ده كان بيطلع لايفات من صفحة الزول اللي قال صفحته قافلة بيطلع منها حسي دي المواكب الشهر 25 ده كان طالع من صفحة الودة المتهم بيدعمه للدعم السريع تخيل ده الشعب السودان الان بياخذ المعلومة من المصادر دي انا عمل لك شوني ايه بيبي انا انا سوئ لك شونو اخرجوهم من قريتكم انهم وناسه يتطهرون مشكلة قومي لوت مع سيدنا لوت واهله قالوا يا اخي والله انهم مناسة يا اخي النازل كويسين مضاف طلعون برا يا اخوان انا بجيب اسألك البديل والحلول حقتك اتا انقلابي انا انقلابي وبقلبك وبقلب حبوبتك ثاني سؤال حلولك شنو تصل مرحلة من التقبيش حزب الامة كله ما داري سأل مريم الصادق مريم الصادق شريكة في الانقلاب ما شريكة شريكة الدليل رئيس الحزب بورما خلاص يا اخي ما شريكة وما عندي دليل مريم الصادق بيتها الصغيرونة شاركت في السباحة فازت بالمركز الاول اول ثالث انا ما اتذكر في كينيا قبل اسبوعين والناس هنوها والبيت الصغيرونة انا محتر يا ابي التنى امك دي قلبوها الاسبوع الفات مقلوبة لحد السن انت جبت الجرأة والنفسية وتشاركي باسم السودان في مسابغة السباحة بصفتك شو امك مقلوبة المفروض تكون في الترباز بس ما ليقولها حجم ده السبب الماسي ينو بيبو مريم الناس كلها قالت مالا ما نقعد معها في زنزانة ما عارف ان الكائن دي شنو مريم ديتها قعد مع النسوان ولا قعدها في سجر الرجال لحد الليلة هي بتلبس طلية ابوها والمركوب حقه دكائن زي ديتها تتعامل معه كيف يعني ما فالناس ما عارف ان مريم امك مقلوبة انت مشايتي شاركتي باسم السودان واخدت تذاكر باسم السودان واخدت جايزة باسم السودان طرعت لك بصفتك شنو زولا مقلوب امها كلبو والمفروض تكون في المعتغل اسحبوا منها جوازة دبلوماسي والصفة الوزارية والبيت تكون معنها انها جوازة اصلا سافرت بياته جواز انا اسي بحقك في وزارة الداخلية البيت تدقيت لها تأشيرة في جواز دبلوماسي عشان امها دبلوماسية والتي تدقيت لها في جوازة هي لانها مولودة بر السودان والتي تدقيت لها في جواز السوداني التأشيرة السافرت بقى شاركت في كينية تدقيت ولا بياته جواز ما امها المفروض تكون مقلوبة مقلوبة عندك وننتو ديل هي ما مقلوبة ولا حاجة طلعنا المقلوبين احنا المرة بالشارك وباسم السودان وتاخد في الجواز وامك ذاته مع شاركتك ودأزرتك ودعمتك سافرت براك اوما امك كانت معك انا بسأل انا بسأل سؤال انا ما ما اعارف ما انتو الفاهمين واحنا الحمير اتفضل تجاوبني المرة دي مش كانت مقلوبة حسي بتاعت حزب الوما دي الوزيرة دي ايه بيت اسافر تشارك باسم السودان كيف تفضل ايوه جاوب انت ما حزب امه او اعزول ايوه ها ما هو تفسيرك لهذه الحادثة ما انا بسألك ما تقعد وتعملوا لي انتو الفهمي انا ما فاهم جد جد انا بسألك كيف الحاجة دي بتنفي السودان دولة عجيبة دولة عجيبة طيب اشرب ماء اللهم صلي وسلم وبركة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الخطة الجاية يا اخوان هتكون ثلاثة حاجات جديدة عليكم الاول الغاء غانون العزل السياسي للمؤتمر الوطني لازم احنا نجهز روحنا انه نما نسمع الكلام ده نكون واعين والكلام ده ما يحصل ما يمور فينا الغاء العزل السياسي حق المؤتمر الوطني اللي هو اللي انتزالة التمكين ده المؤتمر الوطني هيدعمل معاوه بنظرية التوافق والوفاق السياسي والمصالحة كويس والعدالة الانتغالية المصطلحات دي كلها تقيف احنا عندنا مشكلة مع المؤتمر الوطني احنا الشعب السوداني اما السياسيين بلغة خالد سيلك لما يقول لك انا ما عندي مشكلة مع الاسلاميين اللي ما شاركوا في السلطة الكلام دي هو النسبي واموه في البيت ما تطلع بيهو لايف ما بتمثلنا ولا بتمثل المؤتمر السوداني حتى حزبك ولا كوادر ولا سوار اللي بيقفوا في الشارع ما بيتفقوا معاك في الكلام لو ما عندنا مشكلة مع الاسلاميين ما عملنا عليهم الثورة وانتوا جدوا سرقتوا يا خالد سيلك انت ما كنت شارك في الثورة ولا في المتاريس ولا في الشهده ولا 2019 ولا كنت حاضر ديسمبر ولا اي حاجة جد بالمطار انت تقصة دخولك السودان ما مشهورة كان اسمك في غايمة المحظورين دخول السودان والفيديو حقك مصور قاعد جد داخل معاك اولادك انت ما عارف حاجة احنا عندنا مشكلة مع المؤتمر الوطني وما بتتحلى ولا بنعرف عدالة انتغالية ولا بنعرف عفا الله عما سلف محاكمات فورية الان بسم الله الرحمن الرحيم اثبات اخلاصك وانتمائك للثورة المحاكمات الفورية البشير محتاج محاكمة هو الوشير وينه اصلا وين محاكمات البشير وين المؤتمر الوطن وين علي عثمان وين محاكمات صلاح جوش وين الكلام ده كله لا احنا ما قفلنا الكبرى بتاع المكنمر والله احنا نورره لك ترس جابه لنا الله حوي يا اخي ما تخليني يا سيد محاكمات البشير وينه اعادة الجهاز الامن صلاحيات الجهاز الان اقلت لك ده نظام ديكتاتوري حيجي ركب الناس دي في بيوتها انت مادر تختنع قلت لك من شهر واحد يوم واحد واحد انت هتشوف في البلد دي ديكتاتورية كل الناس هتتخلى عن الثورة كل الناس هتتنكر للثورة كل الناس هتنسى الثورة هتقول لك خلاص بعد دي اخي بتاع تقعد عمركم كلكم سايرين انت كلكم بنيهم واحد واحد هتشوفوا الكلام ده ماهدوا بلدريك بالغانون بتاع جهاز الامن والمخابرات انا عندي معاو شغلة ما عندي معاو شغلة سغلت له لبجنه اول سؤال بس قلت لك اخسم بالله ما حيحكموهم اتا الاحزاب واقفة في وين نغابة المعلمين وين نغابة المعلمين نغابة المعلمين اول نغابة مخترغة في السودان اول ناس اتعدل فيهم الدفعية بتاعت المرتبات الجديدة اداها اشتراهم البدوي كتبوا اسم حمدوق في الواطة قلت لكم بعدين بتحفروه وبتبكوا جو قبل الانقلاب باسبوع الف واربعمائة واربعين معلم مشارك في تصحيح الشهادة السودانية اي واحد فيهم اخذ مئة مليون جنيه اداها ليه والدعم السريع والشكرته والدعم السريع والفيديوهات قاعدة اول من الانقلاب حصل ستة وتمانين معلم طلعوا ضد الانقلاب وين نغابة تكون وين الالف واربعمائة شهالوا المئة مليون وين الناس دي جاءت تتكلم ليه حسي عن احنا كلكم بايعين بيت ما كنت انتفاصح ساي ما الظروف يعني الناس سوي لكم شان نحس احنا دارين نوقف المسألة دي تخطونا كلنا جدام الامر الواقع ونسكت ونوقف خطنا السوري عشان الصعاليقة في الغيادة دي للغيادة دي تتبعد اجسام سورية اجسام سورية في الشارع انا ما دار اعرفها ما تعلن عن اسمك السوري لانك بيتعرض نفسك للانتهاك والاعتقال والشيرة والبيع خليك كنتموت يا بيبي عند غيادة تتعارفها والرساء السلم هو الغيادة الاعلى الرساء السلم في خطة المسائل السورية دي قال يا اخي كل ثلاثة يأمروا عليهم واحد دي ما رياضيات ليه ما نجد قلت لك نعمل جسم سوري الشأس وان كل يكون سوري ثلاثة خمسة سبعة تسعة ليه ليه عدد فردي عشان انت قلت احمر وده قال اخدر يكون زول في النص يرجح الكفة لو كنا ثمانية ما ينفح فيهن غيادة ثمانية اربعة قالوا احمر واربعة قالوا اصفر محتاجين لي زول تاسع يرجح الكفة عشان كده احنا قلنا ثلاثة خمسة سبعة تسعة حداشر خمستاشر وانا ما داهر اكتر من ثلاثة البربط بيننا شنو مطالب سورية بس مطالب سورية واعلان يوم طيب بالنسبة للمواكب اللي قدتوا بتكلم عنه امس يوم ثلاثين الناس ما طالع من كل الفجن ما تطلع من كل فجن تجي الشارع الغصر نعمل شنو مواكب لا مركزية ناس الكلاكلة اطلعوا الصباح مننا الصباح لحد دلمسة في الكلاكلة حجيكم قوة الاحتياط المركزي وبعدين حيقعدوا تارضوكم في الحلة استهلكوا بنزين بعدين حيكونوا في حالة استعداد لانه حتطلع يوم ثلاثين وواحد وثلاثين يوم واحد هم ما ما عارفين تعالين بس موكب بوب نطلع الشارع احتياط المركزي اهلاك للقوة حقتهم اهلاك للبنزين حقهم وما عارفين ما حصلوا شنو الحاج يوسف الحاج يوسف فيها ثلاثة مليون نفر يطلعوا منهم ثلاثين الف كفاية جدا حطلع ليك القوة بتاعت الشرطة وجهاز الامن وهيئة العمليات وحاجيب الدعم السريع والجيش وحاصر الحاج يوسف جو الحلة وبعدين اول يوم ثاني يوم ثالث يوم ما حيندحيك انت الان في جهب السوقك مريحين العساكر مضبطحين في التات الشارعات عارفين انك بتصل للقصر الساعة اثنين الساعة اثنين وخمسة بيركبوك بمويت الصرف الصحي اثنين وعشرة بيركبوك بمبان الساعة اربعة بتزبطك السمرجحة بتحتك بتفتش لك سيفين جتت خارج بها البيت تجيني بعد خمسة يوم قبلك كده لما انت ثقيف ألوينك حسي بالأحمر واللزرج واللخضر والله رجعت شنو اي انا رجعت بمبان ما هويت هو قاعد انت البيتون هاك ما ممكن تجمع الشلي تمانية ساعات من الكلاكلة للقصر الجمهوري وتجي تقول لي اهون اعمل شنو ما انت ما عارف جاتز عني حسي ليه جابك شنو اصلا القيادة اللي بتقود المواكب الان ديالة تسعة وتلاتين تضيع سورتكم في الاول انا بحذرك منه وتجي تقول ليه انت انقلابي انت حمار ولا شنو انا لا فاضليك انت لا فاضليون هم ولاي حاجة انت كله كنا كراسة ما تقول تقول لي ده بق مواكب لا مركزية العربي ده واضح كل الولايات تختار اليوم اللي بتطلع فيه نهلك العساكر نضيع مجهودن نخرب ليهن اجازاتن شهر واحد او لمتطلب الانت التحرك ما تقورل شارعه المواكب grit الا انت تساكن في شارعه واللي لانت تجيي شارعه الانت الناس شارعه الانت تطلعوا في شارعه الانت وuds even من الصباح الناس شارعه هاة المطار نحتلہ رب الانت에게 ساكن الحجوز للقي في شارعه الانت اتڭح في الحجوز في شارعه واحد قيادة نجي نشوف اخر اليوم نتحاسب عملتوا شنو وصلنا وين والسلطة أضعفناها كيف عشان اليوم اللي بنختاره يوم 6 أبريل نمشي نحاصر الغيادة والقصرة الجمهورية للسلطة تسقط أما تجييني هنا انت منهك وتقبل بعدين بالشروط اللي بتملع عليك الغيادة اللي بتحصل دي أنا ضدها تماما وضد الناس اللي بيغودوا المسألة دي أنا ضدهم واضح ما دعسي الموضوع أنا مع الثورة لك ما يغودوا هديل حيلبسوك الحيطة حسيت لك شهر كامل أنا قلت لك انتخابات بعد سنة وثمانية شهور لما نقلت الكلام دا قلت شهر 11 حسيحنا في شهر واحد مرت كم سنة وستة شهور عملت شنو نجازات هسيحنا كيف نعمل انتخابات وجود الدعم السريع الدعم السريع وقع مع الوينميس أمريكا محترفة بالدعم السريع أمريكا محترفة بالدعم السريع بتدعمل مع حميتي سوفراء الاتحاد الأوروبي براقوا حميتيك بصفة نائب أول وقايد دعم سريع بلاقوه انت بلاقوك بياتصفة وانت بلاقيك منه أصلا اللجان المقاومة مشت قعد مع فوكلر الرئيس الأول المتحدة وين اللجان المشت ما فيه اللجان المزورة اللجان التانية مشت وين ديك ما صورتوها وطلعت مزورة وجبطون في الباب حلو الما مزورة لقيت فوكلر ولا ما لقيته قاتله وشنو لما احنا مع الموضوع دا لا 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 ما تمشيني ديك قبطوهم اللجان مزورة وطلعت ما لجان مقاومة فوكلر رداكم مواعيد للجان المقاومة التانية مشا لقاها قالت شنو ما وريتونا ما لا هو طبعا احنا كنا بس مشغولي شوية كده لانه الورداق كان معانا في الموكب بعدين ما قلنا انو وريكم مشيت ولاقيتهم فوكلر قلت له شنو اللجان المشت قابلت فوكلر تفضلت اطلع طلع ليه بيان قابلتو ولا ما قابلتو لا 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 ما فيه احنا قابلت فوكلر بتاع الأمم المتحدة ولا ما قابلتو سؤال واضح ولا ما واضح طلع بيانك تفضل ما عشان بعدين ما نكتشف انه فيه لجان قابلت بيت يا حيث الموضوع للجان التانية ما حتقبل اللجان التانية شقوكم شقاكم فوق الأرض ذاته ياخ ما تعمل ليه كيان ما عندكم المقدرة على إدارة دي واحد دي واحد حاجة تانية رسالة للكيانات السورية في الشارع العمل السوري بحتاج تخطيط سياسي ركزه هو الحركة الإسلامية دي قدر اتصل المناصب وغيادات الدول دي وما قدر اتصل قلوب الناس ليه لأنه عبد الناصر في الخمسينات اعتغل وقتال أكتر من 20 أو 70 أو 80 ألف من قيادات الحركة الإسلامية اللي كانوا مفكرين خلى منه خلى 20 بس من غيادات الجناح العسكري للحركة الإسلامية عشان كده الحركة الإسلامية في العالم نما انتطورت طلعت حركة إسلامية بوليسية عسكرية أسمعيت الزكاك منه استشهدت وين قبل كده عشان تنضم لينها ذات بتصلي صلاة الصبح غيامك كيف زكاك من وين الشو هذا اللي كان بعرفه عشان تنضم للحركة الإسلامية عشان تخج هذا الأمن راغب الناس في بيتك وراغب أخوك ما هو كلها حركة قامت أمنية حلو جناح عسكري يعني ده من حركة الإسلامية الفكرية عشان كده ما خشت قلوب الناس الناس كانت واجمة منها في السنين دي كلها رغم إنها قامت في دول إسلامية وفشلت ليه؟ لأنها جناح عسكري طيب العمل الثور في الشارع الآن بتقوم اجسام ثورية يعني بتقاوم مقاومة طلقة بطلقة وماشيين في المساردة حلو ده المحتاجين استراتيجية سياسية اللي هي بترجم العمل بتاع المقاومة ما إنت حس عندك المغدرة تواجه العسكر وبعدين لما إحنا لما نواجه العسكر طبعا لازم يكون عندك قيادة سياسية معاك في الشارع عارفة ترجم عملك ومقاومتك لعمل سياسي يقدر في النهاية يستفيد منه الشعب السوداني في مواجهة العدو هو حس أنت محتاج ذاتك أنا شخصيا القيادة بالنسبة لي دائرة بيان دائرة مطالب لكن بقول لك أنت إنت إذا قدرت واصل في جسمك دا جسمك يكون فيه شك سياسي يقدر يخطط ليك واستراتيجية مش التخطيط في إنه إحنا نجي للموكب بالشارع دا ونرجع وبعدين العمل السياسي الآن في الشارع زيرو الفشنو هو عمل بتاع مقاومة إحنا نواجه العسكر نواجه الدعم السريع نرجع البنبان وبعدين نترجم العملية دي كيف نترجم العملية دي كيف إنه إحنا نقدر تفرض شروطك على فوكلر وتفرض شروطك على البرهان وتفرض شروطك على باللباد وتفرض شروطك على حمدوك وتقدر تبعد لحجسام السياسية القاعدة الآن بتغوض الحراك تقدر تزيحها الأحزاب إنت ما ما قادر تزيحها حسي هي بترجم عملك إنت بتسرقه تلاتين ستة الفين وتزعتاشر تطلع منه كوادر الأحزاب لا طلع الشعب السوداني الأحزاب قدرت تترجم الحاجة دي وده باحتراف البوشي عباس مدني يوم تلاتين ستة الفين وتزعتاشر قدر يوقع الوسيقى الدستورية كوادرهم مات فيها زول لحد اللي لم عندهم كادر بتاع حزب مات عندهم زول مفقود لا أبدا بترجم حقك إنت إنت ما ترجم حقك براك التخطيط بتاع إنه إحنا نحرك المواكب ده عمل مقاومة مسلحة في الشارع ممتاز ده محتاج زولي جي ترجمه سياسة أنا لما نعمل الخطوة بتاعت يوم تلاتين الموكب أتغضبه العساكر وأتغضبه للحزاب مطالبك شنو وحقدر أحقيقه كيف أيوة أنا دار زولي ترجم الحاجة دي متخصص أنا بتكلم ساي بتساءل معاك أنا ما عندي شغلة أنا لا قايد وكنت بحاول يعني أساعد في صناعة القيادة وخليت الحاجة دي الجسم بتاع ولئ مش عملوا ليوم الجسم كده بتاع ولئ حبوا التولئ فقالوا إحنا ما قادة لكن إحنا بنصع القيادة وإحنا نساعد في غيادة إنت منوية إنت من أنت واحد فيهم بتفاصح معاك يقول لك أي زول بينادب الانتخابات ده كوز الكوز ده الشغال في المؤتمر الوطني كما أنت كنت شغال مع البشير شخصيا الصباح بيفتح الباب بتسلم عليه زي كان عمر البشير أغسل ليك العارف أنت بتغسل ليش أنت كنت شغال معه بيسلم عليك كل يوم يا أنت تأسي تصنف الناس يا زول ما تسكت أحسن ليك واحد اثنين أنا ما عندي مساحة لأ أنا لما أخذ شلي جولة مع الناس بيكون عندي فهم أنت ما داخل الفهم ثلاثة سنة ما جبت اسمك ما داخل الفهم حنانو منخر أهم منك رغم أنه اللايكات بتاعتها 25 والله أنا عارف بخوض الجولة مع المنوء وفي ناس بيقول لي يا خدل بيضيع يا بيب أنا بحب المهاتر إيش دخل كنت أنا بحب ناس بسم الله يا هنا ده شغال مع عمر البشير عديل عديل بيلاقي الصباح مريم الصادق وزيرة الخارجية عضو حزب الأمة أخوه شغال مع عمر البشير بيلاقي الصباح خلوه بره ويجي ويقول لك أنت كوس المعادلة الذي إحنا دارنا غيرها العربية واضح العمل السوري ما موكب في الشارع بيتضافر مجموعة من الأعمال القاعدة بتقول لك الحلة بصل عس يجيب حلة وخد فيها بصل وانتظر 45 دقيقة بيطلع ملاح لا طبعا ليه لأنه هم قالوا الحلة بصل أنت صدقت الكلام خطيت بصل في الحلة طلع ملاح لا ما بيطلع ملاح بيطلع ملاح كيف خلاص أضيف ليه البهارات كبة البهارات مع البصل ما بيطلع ملاح حتخط الصلصة والبهارات والبصل وبعد شفية كبة اللحمة وتلطق في الفئة الموية وتنتظرها بعد 5 أو 40 دقيقة بتبقى قطر قام ملاح العمل السوري ما الموكب يوم 30 في تخطيط للموضوع ده وبعد ما تصل يوم 30 مطالبك وأهدافك وحتحقيقك كيف الناس اللي بيستغلوكن انتوا الآن بيطلعوكن أبطال وبتموتوا وبتواجهوا الرصاص ده اللي تنكروا ليه كون 36 قبل 3 شهور ما كانوا بيبعرفوكن المواكب اللي كانوا بطلعوا فيها الشباب والسوار ده والمصابين وأمهات الشهداء كان بتضربوا بمبان في الشارع في شهر 7 ده أمه الشهداء كان بتضرب قدام مجلس الوزراء وإين كانت قواتكم وإين كنتوا أناشطين ما كنتوا بتقفروا الناز دي كلها طالعين في الشارع ده دارين يسقطوا حمدوك دارين يجيبوا نسيتوا قبل 3 شهور حسينتوا اللي بتغودوني نسقطكم ونشرككم واحد واحد وإحنا ده وكلمة غرباء للثورة ده ما جبتوا أنتوا جبناها إحنا إحنا اللي قلنا الثورة ده بيتغرب للناس وبينعيل لكم بيجي الزمن اللي بنحاسبكم وبيندوسكم البلد دي لازم تنضف منكم الشرعان الدعم السريع والحركات المسلحة ما أنتوا حسين جاينتوا ترموها لينا في رقبتنا الوقع الاتفاقية بتاع الجوبة ممنوع مع أنتوا وإننا لكم اتفاقية الجوبة وافي الراجل في السودان رفع فيها عالم السودان كلها جاينتوا تفاصحوا حسي شقيتوا البلد وإنتوا الهيئتوا ليها حس أنتوا بيجيتوا الغيادة العربي ده واضح موكب يطلع بي تخطيط يطلع بي هدف يطلع بي نتيجة الأحزاب اللي بتسرج مجهود الناس في الشارع وتجي الترجم له وسيغة سياسية بتقعد على دماؤكم حس أنتوا بالنسبة لهم الشهداء والشهداء الماتوا كلهم نتائج التشريح حقتهم الأغلوز اللي بيكون راكب البوكس اللي هو عارف مصادر الشهداء وعارف عددهم وعارف كده أنا دائر يتورط أكتر لما نجي لصي غلف وشه ما يطير الشهداء دائل كلهم أي شهد دفنتوه من يوم 25 تقوم معاه شهادة بتاعة وفا قتلوا العساكرة أجي في شهادة الوفا وخلاها بتجنب عشان نشوف بعدين والمعركة دي احنا بنخوضها معاكم يا بابي والبلد دي وبتا حكوم وإحنا حيين لا انتو لا كزال لا بنعرف مصالح ولا عندنا حاجة اسمها مصالح